من متجر اللحوم إلى المخبز إلى البقالة هكذا كانت حيتنا قبل السوبرماركت رحلة مكلفة ومرهقة وطويلة إلى أن طرح مايكل كولين سؤال بسيط غير مفهوم التسوق بالكامل ماذا سيحدث إذا قلبنا المتجر وتركنا الناس يجمعون كل العناصر اللي يريدونها بأنفسهم وفي الرابع من أغسطس عام 1930 فتح كولين البالغ من العمر 46 عام أبواب أول سوبرماركت في أمريكا حيث كان أول متجر يستوفي المعايير الخمسة اللي يتحدد سوبرماركت الحديثة أقسام منفصلة، خدمة ذاتية، تسعير الخصومات، تسويق متسلسل وحجم التعامل وكان الكثير من العاملين في مجال البيع بالتجزئة يعتقدون أنه هذه فكرة مجنونة فبالتأكيد يفضل العملاء الخدمة بدلا من التجول والبحث عن أغراضهم بأنفسهم لكن حصل العكس تماما وفي غضون سبع سنوات فقط تفرعت سوبرماركت كولين إلى 17 موقع في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة